الشافعية والوصول إلى مقام شيخ الشافعية كيف كانت الرحلة مع الشافعية؟ هم أطلقوا علي هذا اللقب ولا أستحقه في الحقيقة يعني هو الرحلة مع الشارع أنا بحب الإمام الشافعي الإمام الأعظم أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع ابن السائب ابن رياص اللاسب إلى المرطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الطالبي رضي الله تعالى عنه ولد سنة 150 من الهجرة وتلقى العلوم ولد في غزة وحملته أمه إلى مكة حفاظا على نسبه وكان في مكة في ذاك الوقت مفتي مكة مسلم من خارج الزنجي لما حفظ القرآن وهو من سبع سنين فقال له مسلم بن خالج إن الزنجي لقى بالزنجي لشدة بياضة لم يكن أسود عز علي أن لا يكون مع هذا الذكاء علم فتكون قد ست أهل زمانك فأشار إليه أن يتجه إلى المدينة المنورة قال هذا مالك سيد وقته فذهب الشافعي كان عمره تسع سنوات إلى أمير مكة المكرمة ليكتب له توصية إلى الإمام مالك لم يشترئ الأمير أن يكتب مباشرة إلى مالك ولكن كتب إلى أمير المدينة فتوجه الإمام الشافعي رحمه الله إلى أمير المدينة وأعطاه الرسالة فقال يا غلام والله لو كلفتني أن أذهب حافياً ماشياً من المدينة إلى مكة لكان أهول عليه من الذهاب إلى بيت مالك قال الشافعي فأرأى الأمير أن يحضره قال آيات يا ابني بيتنا لو ذهمنا إليه ومسنا من تراب العقيق يسبح لنا بمقابلة قال الشافعي فوالله لقد مسنا من تراب العقيق والعقيق وادي بعد المدينة المنورة هو وادي المبارك وجاء مالك شيخ طويل عليه مهابة ووقار وجلس على الكرسي وقدم له الرسالة فلما وصل إلى قوله محمد بن إدريس من صفتي كيت وكيت ومن شأنه كيت وكيت قال سبحان الله صار العلم بحيث يطلب بالواسطة وهنا انتهى دور الأمير ثم التفت إلي وقال مما اسمك يا غلام قلت محمد فنظر إلي ساعة وكان لمالك فراسة قال يا غلام اتق الله ويجتنب المحارم فستكون سيد أهل زمانك كفو اهل زمانك